اعلنت الحكومة الفرنسية سيطرتها على كل المستهدفين في عملية مدهمة واسعة شنتها قوات الجيش والشرطة الفرنسية في ضحية ساندوني شمال باريس على الذين يشتبه بهم في هجمة باريس الجمعة الماضية العملية أسفرت عن مقتل شخصين من بينهم امرأة فجرت نفسها واعتقل سبعة آخرين تفاصيل أوفا في تقرير التالي لا تزال تداعيات هجمات العاصمة الفرنسية باريس التي وقعت الجمعة الماضية تتفاعل على اكثر من صعيد سياسيا امنيا وعسكريا عملية مدهمة واسعة نفذتها قوات الجيش والشرطة الفرنسية بمشاركة مروحيات عسكرية في ضحية ساندوني شمال باريس في اطار ملاحقة مشتبه فيهم بالهجمات ما أسفر عن مقتل شخصين من بينهما امرأة كانت ترتدي حزاما ناسفا فجرت نفسها فيما اعتقل سبعة آخرون أربعة رجال شرطة أصيبوا أيضا في العملية التي جرى خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار حيث تحصن المسلحون في إحدى الشقق السكنية في الضاحية قرب استادي فرنسا المكان الذي فجر فيه ثلاثة انتحاريين أحزمتهم الناسفة خلال الهجمات فيما كان الحضور الأمني طاغيا على المشهد في العملية التي استمرت نحو ثماني ساعات وقامت وسائل الإعلام العالمية بنقل جوانب منها على الهواء مباشرة المدعي العام الفرنسي قال إن عملية الدهم في ساندوني كان هدفها اعتقال عبد الحميد أبا عود أحد المشتبه بتورطهم في الهجمات إلا أنه لم يكن ضمن المتحصنين في ذلك المنزل بحسب الإعلام الفرنسي مصادر أمنية قالت أيضا إن خلية ساندوني كانت تخطط لشن هجمات على حي الأعمال في العاصمة الفرنسية وتأتي هذه التطورات عقب تغيير مسار طائرتين فرنسيتين في أجواء الولايات المتحدة لأسباب أمنية وبلغات من مصادر مجهولة عن وجود قنبلة على متن كل من الرحلتين الرئيس الفرنسي فرانسواء أولاند أعلن عزمه عن تدمير عصابة داعش الإرهابية وليس احتواءها فقط بحسب خطابه أمام البرلمان الفرنسي عقب الهجمات نهيك عن رغبة فرنسية لتوحيد جهود مكافحة الإرهاب عبر استصدار قرار من مجلس الأمن يحقق ذلك الأمر الذي تدعمه موسكو إضافة إلى دور فرنسي في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وروسيا لبناء جبهة واحدة في وجه التنظيم الإرهابي بدلا من التحالفين الموجودين حاليا على الساحة روسيا أيضا أعلنت عن اتفاق مع فرنسا حول تنصيق عمليات مكافحة الإرهاب والضربات الجوية الجارية من قبل البلدين في سوريا إذن يبدو أن الهجمات التي ضربت بعنف قلب فرنسا دفعت بسياستها لاتخاذ مواقف أكثر حزما اتجاه الإرهاب عبر دور أكبر سيلعبه الفرنسيون وسيتم بلورته خلال الأيام المقبلة في هذه الحرب الدولية ضد داعش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر